بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تحياتي للأحرار تحياتي للحرائر في كل مكان لا يسعني في هذا المقام سوى أني أتوجه بالشكر إلى أصحاب الدعوة الكريمة وذلك الحوار الشعبي الذي قام على الاهتمام به والسعي لفتح هذا الباب كي يلتقي أبناء مصر في كل مكان الأخوة الأفاضل الذين تبنوا هذا المشروع قناة الشرق والأخوة في تكنقراط مصر وكل الأخوة الأفاضل الذين ينصقون لإنجاح هذا المؤتمر الذي نتمنى له التوفيق في الحقيقة الحوار الشعبي هي نقطة انطلاق لأبناء الوطن كي يفتحون الباب واسعا في حوار صادق ليس فيه من المجاملات وعلينا أن نضع النقاط على الأحرف ونناقش كل ما يخدم قضيتنا فليس هناك نجاح بدون جهد مسبق وعمل مضني كي يتم تحقيق ما نرجوه وما نصبه إليه وطبعا كل ما نصبه إليه هو عودة إرادة شعبنا لا سيما بعد الإنخلاب العسكري الغادر الذي اختطف الوطن ومع الأسف الأيام أثبتت على مدار سنوات الإنخلاب والذين يعني تصدروا المشهد من القيادات الفاسدة أنهم أهضروا المال العام بددوا خيرات بلادنا أغلقوا كل أوجه المنافسة الشريفة كي يستطيع أبناء الوطن أنهم يطوروا من ما بين أيديهم من إمكانيات فكان هناك إغلاق والسد لأنفاس الشعب المصري وطبعا في ظل هذه المنظومة الدكتورية الفاسدة تم القضاء على أي أمل في نفوس شعبنا فهذا الحوار الذي ينبغي علينا أن نفتحه كيف نعدد من بعضنا البعض كيف نترفع عن أنه نهين بعضنا البعض المجرد أنه لبعض الإخوة لديهم رؤى سياسية قد لا تروق للبعض الآخر فهنا يجب علينا أن نكون بحق عندنا نية صادقة لأنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وكل أنا ما أرجوه أنه نناقش بكل حرية وبكل وضوح وفي نفس الوقت علينا أن تكون الأمور واضحة بأن كل من قام بالانقلاب العسكري الإجرامي وكل من تعاون معهم أنا لا أرى أنه لهم مكان بيننا لما فعلوا من ضمار وإهضار للمال عام وإضاعة لحقوق شعبنا في مياه نهر النيل مستقبل مصر سيكون واعد بإذن الله تعالى بدون هذه العصابة الإنقلابية التي استولت على السلطة ومن معهم أما بخصوص الإصلاح السياسي والإصلاح الحقوقي كل أوجه الإصلاح لا يمكن أن تكون في ظل هذه المنظومة الفاسدة فعلينا أن نفكر بشكل جدي أن لا نعطي طوق نجاة لهذه المنظومة الفاسدة التي سرقت المليارات وأغرقت شعبنا في الديون فهؤلاء لا مكان لهم إذن علينا أن نكون جدين لإسقاط هذه المنظومة الفاسدة وحسابها حسابا عسيرا الإصلاح السياسي هذا إن شاء الله فور إسقاط هؤلاء المجرمين على الصورة إنها تحمي إرادتها ولا يمكن أن تغفل كما حدث إبان ثورة 25 يناير إذن يتم تكويل لجان ثورية بعد إسقاط هذه المنظومة وفي غضون أشهر على الشعب المصري إنه يختار من يمثله تمثيلا حقيقيا في المجالس المحلية وفي المجالس النيابية وفي علينا أن يعني حتى الأجهزة الرقابية يجب إنها تخضع لاختيار الشعب لا يجوز لحاكم ولا لسلطة إنها تختار الأجهزة الرقابية ولا تتصلت على الهيئات القضائية بل يجب أن يكون هناك اقتراع مباشر لهذه الجهات التي سوف تراقب مع الشعب المصري عبر المجالس النيابية وعبر مراقبة الشعب على كل سلوك تؤديه الحكومة فليس هناك تحصين على الإطلاق لا لحكومة ولا لرئيس ولا لأي شيء لابد من تفعيل القوانين إذن الأمر متعلق بالإصلاح السياسي هذا إن شاء الله واضح والأحرار أبناء مصر من الكفاءات موجودين في كل المجالات وفي كل التخصصات وسؤال بيطرحه الإخوة الأحباء في هذه المبادرة حول الحوار الشعبي هل هناك خلل في الأولويات أنا لا أرى أن شعبنا لديه خلل في الأولويات إطلاقا شعبنا واعي تماما ويعرف ما هي أولوياته التي في أمس الحاجة إليها كذلك كل الأحرار الحمد لله إنه إحنا على مدار العشر سنوات الماضية الإخوة على مختلف مشاربهم السياسية والعقائدية والأيدولوجية إن كاد نكون عرفنا بعض ولكن هناك قاسم مشترك يجمعنا وهو رفع الظلم عن شعبنا وجعل شعبنا حر أبي ولا يخضع تحت عصى أي مجرم أي كان في أي وقت فإحنا تعلمنا الدرس على مدار السبعين عام الذي استولى فيها العسكر على السلطة لقد عرفنا كل خبائثهم وكل أفعالهم المشينة وكل ما فعلوه من إضرار أخلاقي ومادي وانهيارات على أيديهم داخل المجتمع فمجتمعنا في وضع يرثى له بسبب هذه المنظومة العسكرية إذن شعبنا يفهم تماما الأولويات وان شاء الله سوف نحقق كل ما نرجوه وشعبنا يرجوه وأنا أحب أتكلم بس عفوا بكل وضوح أنه ليس هناك إصلاح اقتصادي بدور رؤية سياسية واضحة قوية جالية وموضوع النقاط على الحروف أنه الأداء السياسي المنضبط الذي يعني الحمد لله لقد تعلمنا خلال السنين اللي فاتت أنه كيف نميز الخبيث عن الطيب فإحنا الحمد لله لدينا من الكفاءات القادرة على النهوض باقتصاد مصر والنهوض برفع معنويات شعبنا الذي أذل على مدار سبعين عام وأصبح منهار نفسيا الشعب المصري أصبح من أكثر شعوب العالم يعيش الكآبة ويعيش اليأس الشعب المصري يعيش وهو يعني مستشعر أنه غريب في وطني هناك حواجز كحواجز الكيان الصهيوني داخل مصر الواحد لما ينتقل من قرية إلى مدينة ومن مدينة إلى مدينة هناك حواجز عسكرية كأنك بتنتقل من دولة إلى دولة فأنت غير حر وكرمتك مهضرة داخل مصر في ظل المنظومة العسكرية الإجرامية إذن أحب أقول بكل وضوح وعلينا أنه نناقش هذا ويوضع يفطى أنه يتم نقاش هذا الأمر ويتم إغلاق هذا الباب هو لقد استنفذ العسكر رصيدهم لدينا كشعب مصر فالعسكر على مدار السبعين عام لم ينجحوا في أي شيء فهم ينتقلوا بالوطن من فشل إلى فشل أكثر منه ولا أمل فيهم على الإطلاق كمنظومة تم تأسيسها على الفساد والغش والتزوير فإحنا هؤلاء يعودوا إلى ثكناتهم وسوف يتم عقاب كل القيادات التي أفسدت فهم أثبتت لنا الأيام لا يصلحون للقيام بأي عمل وفي نفس الوقت هم لا يؤتمنون يعني نقطة ومن أول السطر لا يؤتمن العسكر هذه يجب أن تكون اليفطى بتاعتنا اللي هي على أساسها سوف يتم يتم إعادة إصلاح منظومة القوات المسلحة وتكون بإرادة الشعب المصري هو الذي يقرر كيف يتم إصلاح هذه المنظومة الفاسدة ولابد أن يكون من القيادة العليا لجيش المصري أو وزير الدفاع يكون عالم مدني مختص بالعلوم العسكرية وليس بالضرورة يكون عامل داخل المؤسسة العسكرية ويكون صياغة جميع القوانين الفاسدة التي تم تفصيلها تفصيلا لصالح هذه المنظومة الفاسدة لابد من غربلة هذه القوانين ولابد أن تعود الريادة والسيادة والسيادة فقط لشعبنا وليس لأحد آخر في نهاية حديثي أشكر حضراتكم وأتمنى لكم التوفيق والسداد وأشكر كل الإخوة الذين ساهموا في هذا الحوار الشعبي وأنا أعذروني لأنه في الحقيقة خرجت من المستشفى بالأمس وأسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر